اشتركوا في القناة 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 خسر النادي الاهلي في اخر سانية بفارق نقطتين 76-78 للجيش ومباراة الاهلي والجزيرة اللي كانت على الملعب صالة الامير عبدالله الفيصل ونقلناها لحضراتكم خلصت بفوز الجزيرة 81-77 الاهلي في المركز الرابع برصيد اربع نقاط اما نادي الزمالك مشواره حتى هذه اللحظات في الراوند الاولاني الاهلي لقى الزمالك عفوا لقى سموحة استطاع الزمالك انه يفوز على سموحة 87-79 ولعب الاتحاد في الراوند التاني وكسب بفارق نقطة والمباراة التالتة كانت امام الجيش يوم الاثنين الماضي وفز الجزيمالك على نادي الجيش في هذه المباراة ترتيب نادي الزمالك هو الاول يليه الجزيرة بست نقاط الاتحاد خمس نقاط الاهلي اربع نقاط السموحة اربع نقاط سبورتين اربع نقاط الجيش اربع نقاط والاتصالات اخيرا بتلات نقاط لحظات ونبدأ المباراة قراءة الفتحة ما قبل المباراة والتعليمات الفنية الاخيرة من الكابتن اشرف توفي والكابتن او سينيور اوغوستي بوش خمسي نادي الزمالك اقول لكم عليه لنزل دلوقتي والتر هوج طبعا او عفوا انش والتر هوج لا يا نادي الزمالك نزل هيتصور الاول هو نادي الاهلي اقول لكم على خمسي الاهلي سريعا كده عمر طارق سيف سمير أليكس يانج عمر الجندي وعمر علاء زهران سريعا كده الفريتين هيتصوروا الصور التسكرية قبل المباراة احداث المباراة اصابات النادي الاهلي طبعا زي ما قلتلكوا عائد من الاصابة عمر احمد مهيب وعمر طارق اصابات مازال في الاصابة عبدالفضيل اللي عنده التهاب في الكتف واحمد حمدي التهاب في الرجبة وايهاب امين بعد عودته من المنتخب كسر في الانف ودي صورة لو الكاميرا تيجي عليها كده صورة لفريتين تجمع الفريتين للروح الرياضية المتواجدة بين الفريتين دايما انا بقول وبأكد ان اللعيبة جواه الملعب متنفسين لكن برا الملعب والله صحاب وصحاب وحبايب جدا وبيزوروا بعض ويودوا بعض وما فيش ادنى مشكلة ودي الصورة التسكرية وهنقول لكم على خماسي الفريتين تحية من الناس الجماهير اللي قعد الفريتين ودي مستر وكابتن اشرف وتحية للفريتين زي ما قلتلكم سيف سامير عمر زهران مودي الجرحي عمر الجندي وعليك سيانج ده خماسي النادي الاهلي او النادي الاهلي اناس اسامة من الزمالك اسلام سالم القادم من الجزيرة مصطفى كيجو رقم 14 واحمد ياسر عبدالوهاب والتر هوج مباراة القمة بين الاهلي والزمالك في صالة الامير عبدالله الفيصل من الاسبوع الرابع لدوري السوبر الممتاز لحظات ونبدأ المباراة افكركم تاني بالحكام كابتن احمد غالب حكم اول كابتن عمر زاهد حكم تاني كابتن سارة جمال حكم تالت والكابتن احمد فلكي مراقب المباراة لحظات ونبدأ المباراة ان شاء الله وناخد من الحكام والجنبول ما بين انس وسيف وسيف ينجح انه ياخد الكورة لعمر الجندي عمر يسلم لالكس عمر الجندي فاضي سيف لكن بسي تغبط في البوردو وتطلع وتروح لاناس اوساما انا سوساما يسلم لولتر هوتش صاحب الاصول من فيرجن ايلاند والبورتر معاه عمر الجندي بيطلب اسكرينات يسلم ليه اسلام سالم اسلام وسكرين من انا سوساما اسلام سالم ليسه مزيكورة يسلم ليه اسلام سوساما وخطع شخص على عمر علاء الزهران واوت سايد لصالح نادي الزمالك واوت سايد والتر هوج هو اللي يطلع على اوت طبعا معروف كده لوجيك مين اللي يمسكه على طول عمر علاء الزهران ودي اسلام سالم يعدي من مودي يحاول يوصل يسلم لكيجو والأسسة حلو تغبط في ايد مين في ايد مودي جرحي وبتطلع اوت سايد تسع ثواني على انتهاء زمن الهجمة تسع دقائق اربعة وعشرين سنة على انتهاء زمن الكورتر الاول لم يفتتح ايا من الفريقين نقاط المباراة من سيبدأ اولا والتر هوج هو اللي يطلع على اوت يدور على كيجو لأكيجو بيزدين سيمي هوك ينجح في تسجيل اول نقطتين لصالح نادي الزمالك عايز يضغط نادي الزمالك يسلم لألكس ينجي مودي الجرحي ألكس بيطلع بملعبه ألكس لمودي الجرحي مركز صانع الالعابة والبوينت جارد سيف ساميرو بيستلم منه الهندوف لعمر الجندي ياخد عمر الجندي يستلم وخطأ شخصي على اسلام سالم لصالح النادي الزمالك خطأ شخصي واحد واحد في التعادل في توتل الفولات ويهي اوت سايد لصالح النادي الزمالك اربعتاشر زيني يتجدد زمن الهجمة مودي الجرحي يطلع لقاود يستلم سيف سامير لأ الطريب فاضي يسلم لعمر الجندي سيفه عمر ألكس يونج من الترويشان ألكس وصل نجح سجل نقطة والاندوان والفاول على مصطفى كيجو لعب نادي الزمالك الفاول الأول أو الفاول الثاني على نادي الزمالك مصطفى كيجو والاندوان عند ألكس يونج اتنين اتنين ألكس يونج على تنفيذ الاندوان ينجح في التسجيل عشان يخلي النتيجة 3 اتنين لصالح نادي الأهلي والتر هوتش لسه معاه عمر زهران والتر لاسلام سالم طريب فاضي معاه ألكس يونج جاله من أهم البنتروش هنسلم للمصطفى كيجو عمر الجندي ومصطفى عمل السويتش نزل كيجو ومعاه ألكس يونج يلعب يوحد على واحد عمل ستيل رجع الثاني سلم طلعت أوتسايد على نادي الزمالك أوتسايد الصالح النادي الآلي مودي الجرحي وكلام كده بينه وبين ألكس يونج سلم لألكس ألكس سلم عنده في العمر سكرين من سيف العمر حاول اختارك طلع كيكا وطلع عمر زهران برجاله واسع راح ما جابش يلعب على طول نادي الزمالك يسلم لوالتر هج والتر ومعه عمر لإسلام سالم والتر تاني وقف طلع الكيكا وطلع الإسلام سالم بنترشن من بيس دين يطلع على أحمد ياسر اللي وقف وشاط ميديم شوت يستعمل لوحة ما جاتش يلعب عمر الجندي لمودي الجرحي والفاصل بريك عمر علي بيجدفه يروح يوصل ما ينجحش في التسجيل توصل عندي والتر هوج من الزمالك اللي بيعدي فاصل بريك ثلاثة على ثلاثة بأربعة على ثلاثة للزمالك يعلى يوصل ينجح في تسجيل نوتوتين أربعة أربعة ثلاثة لصالح نادي الزمالك سبعة دقائق أربعين ثانية على انتهاء الكورتر الأول أليكس يانجي الأهلي معه كورة أليكس ومعه كيجو يحاول عدي فعلا عدى وصل كيكاوت لعمر ليمودي مودي لتحت السيف يلف سيمي حوك يوصل ينجح في تسجيل نوتوتين السيف سمير والتر هوج من الزمالك مباراة كمة الإصارة كما تعودنا زي ما تعودنا مباراة دي ما بتخلصة غير في الأول أنا سوسامة لوالتر هوج والتر عدى طلع على أحمد ياسر أوبن شوت سريب بوين نجح في تسجيل ثلاث نقاط سبعة خمسة فري باسكت لصالح نادي الزمالك سبعة دقائية بالتمام وكمال على انتهاء أحداث الفترة الأولى أول كورتر الأول عمر الجندي سيف سمير من الأهلي لمودي الجرحي ينزل يعمل سكريم لعمر على زهران يسلم لأليكس يان أليكس سبعة سانية على 24 أليكس لقى الطريق فاضي وصل لكن بلوك من أجل سوسامة يوصل أنس وسامة واخدوا الكورة ويطلع بالفص بريك يسلم لأحمد ياسر والتو بوين سهلين لأحمد ياسر والنادي الزمالك تسعة أربعة تسعة خمسة أربعة نقاط فري لصالح نادي الزمالك ست دقائية ثلاثين سانية على التقائي الكورتر الأول مودي الجرحي مع والتر هوج لعمر الجندي عمر الجندي عفوا عمر زهران كيكاوت لعمر زهران قرر يختارك وصل سلم أسست حلو والسيف سامير والسيف سامير سيمي هوك نقطتين كمان ده الفريق الى نقطتين لصالح نادي الزمالك والتر هوج في تغيير هيحصل دلوقتي أبو النصر هنشوفها يخرج هيدخل مكان مين مصطفى كيجو يلعب واحد على واحد معاهز طلع كيكاوت لأساب سالم الشوت سريب بوين منجح في تسجيل ثلاث نقاط اسلام سالم يوسع الفريق الى خمس نقاط مودي الجرح لأليكس يونج أليكس وسكرين من سيف تلاتات أليكس يرد على طول أليكس يدهي الفريق الى نقطتين تاني من تومان النادي الاهلي عشر اتناشر لصالح نادي الزمالك كمس داي 35 ثانية ودي والتر هوج وخطأ شخص على او فاول على عمر زهران رقم 11 خطأ الشخص التاني على عمر زهران هيخرج وينزل مكانه محمد أبو النصر رقم 23 أول تغيير في سبوب النادي الاهلي خمس زهران 32 ثانية 12 زمالك أهلي عشرة او تصاعد لصالح نادي الزمالك اسلام سالم سكرين من أنس يسلم من أحد تاني الكيجو كيجو ومع السيف باك بيفوت يلف خطأ شخصي على السيف سمين خطأ الشخص الأول على السيف والتوتل على النادي الاهلي الثلاثة خمس زهران 25 سنة عزاء المشاهدين 12 الزمالك 10 الأهلي او تصاعد لصالح نادي الزمالك كيجو ميديام شوت أوبن شوت شوت ما جدش لما أليكس يانج يطلع بالفاص بريك هدي على ملعبه محدش جريله قرر أنه يختارك وصل حاول يحط دانك لكن بلوك منه سامة سيف سامير وسيمي هوك كمان كيجو يلما ما بتجيش يسلم لهوج هوج يسلم لإسلام سالم لأنافسه فاضي سري بوين نجح في تسجيل ثلاث نقاط يوسع الفارق إلى خمس نقاط لصالح نادي الزمالك خمس دايق على انتاء الكورتر راول مودي الجرحي ومع أحمد ياسي مودي لأليكس أليكس العمر الجندي لسيف سامير تاني يسلم أبو النصر أبو النصر طلب سكرين جاله لسكرين عدة بيك اندرول وصل لسيف من بعيد سيف شوت سيف من ننجحش سيف من على الحلقة كده يلم على طول أنس ويطلع أوتسايد يجدد معه زمن الهاجم 14 ثانية 4 دقيق 39 ثانية على انتاء الكورتر الأول أعزائي المشاهدين أبو النصر من الأهلي يطلب سكرين يجي له سكرين لكن خطأ على والتر هوج فعلا أوتسايد لصالح النادي الأهلي تعادل في الأخطاء 3-3 تفاقل تقدم النادي زمالك 15-10 خطأ الشخص الأول على هوج ودي عمر طارق على التغيير خرج سيف ونزل عمر طارق لم يجرى نادي زمالك حتى هذه اللحظات أي تغيير أما النادي الأهلي أجرى تغييرين بنزل عمر طارق وأبو النصر بدل من عمر زهران وسيف سمين نرجع للمباراة عمر الجندي اختراقات عمر طلع كيكاوتس يا أليكس يانج السلسية التانية لأليكس ده الفري تاني إلى نقطتين لصالح النادي الزمالك أليكس يانج ودي والتر هوج من الزمالك لأنس أسامة يسلم ليه كيجو لكن خطأ شخصي على أليكس يانج والخطأ الشخصي إلى أول على أليكس وتتل أربع خطاء على النادي الأهلي أي خطأ شخصي على النادي الأهلي برميتين حرتين اسلام سالم لأنس أسامة اللي بيسلم الكرة الهوج والتر هوج ومع أبو النصر شاط إيربول لكن قابتن عمر زهر قال خطأ شخصي على أبو النصر بثلاث رميات حرة لصالح نادي الزمالك والتر هوج على التنفيذ 13 إلى أهلي 15 الزمالك أربع دقائق ثلاث ثواني على انتهاء الكورتر الأول والتر هوج على تنفيذ الرمية الحرة الأولى ينجح في التسجيل يوسع الفرق إلى ثلاث نقاط والتر هوج الرمية الحرة الثانية والتر ينجح أيضا في التسجيل ودي الرمية الحرة والتر البورتوريكي الجنسية لا ينجح في التسجيل للمه عمر طري على طوله على الديفنسي فريباوند يسلم أليكس يونج أليكس يعدي أليكس كيجو مستائبه مهمته دفاعية حلو الكروسوفر ده حلو الباكلياب لكن الفينيش مكنش كويس يسلم تلم الكورة زمالك تغبط في كيجو وبتطلع أود سايد لصالح نادي الأهلي لكن حلو الكروسوفر من أليكس والباكلياب حلو قوي لكن الفينيش مكنش موفق فيه مودي الجرح هيطلع على قوي يسلم لأليكس أليكس التلاتات التالتة التلاتات التالتة التلاتات التالتة أليكس يونج تلات تلاتات يودع الفرق تاني إلى نقطتين يضغط النادي الأهلي إسلام سالمه أليكس وصل إسلام لكيجو باكلياب أو بارلياب ينجح في تسجيل نقطتين يوسع الفرق إلى أربع نقاط تاني تلات دقائق تلاتية ثانية على انتهاء الكورتر الأول مودي الجرح مع أحمد ياسر ليه أليكس يونج العمر الجندي عمر نستني الاسكرين لعبته هو وعمر طارق أبو النصر الفيك حلو البنترشن حلو الباسكت والفولو دنك أحلى عمر طارق فولو دنك من فلوهاته وينجح في تديق الفرق تاني إلى نقطتين سوسامة أنس ليه إسلام سالم إسلام وعمر الجندي حفظين لعبة بعض وصل في خطأ شخصي على عمر الجندي على طول احتسبوا كابتر أحمد غالب ورميتين حرطين لصالح إسلام سالم أول تغيير في صفوف نادي الزمالك في آخر ديتين خمسة وخمسة ثانية هيدخل معتز مشعل وهيخرج أحمد ياسر والخطأ الشخصي الأول على عمر الجندي رميتين لإسلام سالم ينجح في تسجيل رمية الحرة الأولى والرمية الحرة التانية إسلام ينجح في التسجيل يوسع الفريق إلى أربع نقاط واحد وعشرين سبعتاشر لصالح نادي الزمالك ديتين خمسة وخمسة ثانية مودي جارحي بوينت جارد النادي الأهلي عدى معاه هوج عدى مودي سلم له أمر طارق أمر مودي مودي ويلاقيه بتاحت الباسكت مودي أبو ناصر سكرين من هنا من أليكس وصل أبو ناصر علا أبو ناصر لكن هنا شلها شلها لكن هنا قانونيا يعني إيه قانونيا أنا معي حكم دلوقتي قال لي ما فحش مشكلة خالص هادي أنس وساما وصل أنس باك بيفوت سيمي هوك ما بيجيبش يلمه عمر طارق يسلم لمودي الجارحي يجري مودي بالمعلع بديتين خمسة ساشر ثانية على انتهاء الكورتر أول مودي وثلاثات مودي مودي وثلاثات مودي ما بتنجحش يلمه على طول كيجو اللي طلع الأنس وساما فص بريك ما بيلحاش أنس وبتطلع أوت سايد لصالح نادي الأهلي عمر الجين دي هيخرج ويدخل مكان إبراهيم الجمال من النادي الأهلي أتلقى التحية والإشهادة ومع وسلم أليكسيان جواله يطلع بالملعب رجع تاني المودي مودي الجارحي وسكرين من عمر طارق عدى مودي مع عمر طارق تاني بنفس السكرين هعلق ليه ليه عمر ما بتخطف منه وخطأ شخصي على مودي الجارحي ولا على إسلام سالم على إسلام سالم خطأ شخصي على إسلام سالم بعد ما عمر طارق اضعت منه الكرة في لوس بول كده حاول نواخدها ما بين إسلام سالم ويمودي الجارحي وتحسب خطأ على إسلام سالم وتغيير في صفوف نادي الزمالك خرج إسلام سالم ونزل كريم الدحشان من نادي الزمالك أوتصايد للنادي الأهلي 14 ثانية على زمن الهجمة دي أوعده 50 ثانية على انتهاء الكورتر الأول أبو الناص سكرين أبو الناص حاول أختارك وصل بلوك من عنس ويه أوتصايد للنادي الأهلي 8 ثواني على انتهاء زمن الهجمة 4 الـ 14 ثانية 8 ثواني دي 44 كورتر أول 8 ثواني على انتهاء زمن الهجمة الجمال لسه نازل لا أبو الناص 4 ثواني 3 2 أبو الناص و قبل ما تسفر حاول تراي لكن ما جاتش والتر هوج بيعادي والتر بيسلم لكيجو كيجو والتر تاني ميديم شوت شوت النجح في تسجيل نوتوتين يوسع الفارق 23 17 6 نقاط دي 20 ثانية على انتهاء أحداث الكورتر الأول مودي الجرحي ليه الجمال الجمال عدى الجمال وقف شوت ميديم الجمال ما بينجحش في التسجيل والتر هوج على الديفنسي فريباون عدى خد الملعب بنتريشن وصل علا وفولو ليه أنا سوسامة حلو جدا ويه تايم اوت يطلبه الكابتن أشرف توفيق فيه آخر 57 ثانية وخمس أجزام الثانية بعد ارتفاع أو بعد الفرق موسع إلى 8 نقاط لصالح نجل زمالي نسمع هيقولي الكابتن أشرف فيه التايم اوت وتعديل صفوفه ونرجع لحضراتكو تاني تايم تايم من هنا انشاء الله تايم من هنا ان شاء الله تايم اشتركوا في القناة 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 وان ستة وتلاتين تلاتة وعشرين تلاتاشر نقطة سبعة داية اربعة تشر ثانية وينجح في التسجيل كيجو الاندوان خرج مصطفى كيجو لسجل دلوقتي ونزل علي حجازي رقم اربعة وتلاتين من نادي الزمالي حاتم بحيري هو اللي هيمسك الملعب حد دا حاتم حاتم بحيري لعمر عمر طارق حاتم ومعها مصطفى مشعل احمد مهيب حول استلم مفيش يسلم ليب الجمال مفيش برضو فعلا سلم للجمال معا مهابي ياسر تسعة سواني على اربعة وعشرين وحلو البيبو حلو الباصة حلو الاسست حلو الباكلياب من حاتم بحيري نقطتين في جعبة النادي الاهلي دا الفرق الى 12 نقطة يضغط النادي الاهلي الملعب مفوش محترفين لو التر هوتش ولا الكسيان انا سوسامة الكيكاوت مهابي ياسر اول تصوباته سري بوينت ما بنجحش علي حجازي بيلم وصل دفاعات بلوك حيلو من عمر طاري للم تاني علي حجازي لمصطفى مشعل شاط ما بنجحش بتسجيل مهيب تروح له لك تغضب من ايده تروح لكريم دهشان ودي باسكت ما بيجيش وتوصل عنده احمد مهيب اللي بيطلع فص بريك للجمال لوحده الجمال بسكت الجمال اندوان الجمال الجمال بيرجع تاني ويسجل نقطتين وياخد فاول على علي حجازي والاندوان لابراهيم الجمال جيمي والاندوان على التنفيذ دوت الفاولات الاهلي والزمالك اتنين اتنين 37 27 يدي الفرق الى نقطتين نقطتون ودي الجمال على اندوان ينجح في تسجيل الاندوان ده الفرق الى تسع نقطتا 37 28 ست دقائق سبعتاشر سانية على انتهاء الكورتر التاني كريم دهشان ومعاك جمال كريم دفاع قوي تغبط فيه ايد ابراهيم الجمال عمل ديفنسي كويس الجمال انا سوسامة من الزمالك 15 سانية على الاربعة والشين مهاب ياسر لعليح جازي لمهاب تاني مهاب واختراقات مهاب انا بالنهاية تانية المشهل شوت مشهل ما نجحش بالتسجيل حتم بحيرة على الديفنسي طلع بالفاص بريك لسه بيجري مش لايش حد بيجري سلم لعمر الجندي عمر طلب السكرين من عمر طارق السنايات مشهورة في نادي الجزيرة انتقلت الى نادي الاهلي عمر وكيكاوت لبحيرة بحيرة للجمال عشر سوانية على الاربعة والشين الجمال لمهيب لكن ده سعى اللاين زي ما قالت الكابتون صالح اطلع عاود صايد لصالح نادي الزمالك مهاب ياسر ليه كريم الدهشان لايال عبدالواتي هو البوينت جارد من ساعة بخارج والتر هوتش اللي مهاب ياسر لانا سوسامة فادي مفيش حد يحاول يطلع معاه مهيب بيعمل ديفنس يحاول على الكورة كريم شات سري بوينت نجح في تسجيل تلت نقاط كريم الدهشان اربعين تمانية وعشرين اتناشر بنقطة التسع الفارق خمس زي خمسة عشر سانية عمر الجندي عمر حاولي عدي راح على يمينه كروس اوفر عدة طلع كيكاوت لمهيب مهيب تلتات مهيب منجحش من تسجيل انا سوزمع الديفنسيف ريباوند يلم طلع بفاص بريك لمهاب ياسر مهاب وصل لكن خطأ شخصي على اوفاو اللي ارتكبوا ابراهيم الجمال تشوف اشارة كابتن سارة ايه رميتين حراتين والتر هوج رجع تاني مكان مصطفى مشعل ومصطفى كيجوا نزل مكان انا سوسامة تغييرات في نات صفو في نات زمالك وانا والكس يونج دخل مكان عمر الجندي اللي مش موفق لغاية دلوقتي لسه لسه ما اشتغلش لكن عمر لعيب كبير مهابي ياسر على تنفيذ النامية الحرة الاولى ينجح في التسجيل ينجح ايضا في تسجيل النامية الحرة التانية اليكس يونج اللي نزل اليكس 22 28 اربع دقائق 45 ثانية على التاق كورتر الاول اليكس واختراقات اليكس وصل ميديم شاط ما جابش ايربول لم تاني حاول يروح الباسكت نجح انه يجيب من وطين كمان لصالح النادي والتر روجي من الزمالك كورة مع الزمالك عدى والتر ليه كيجو كيجو الوالتر وتغبط في رجل مؤهيب وتطلع اوتسايد وتجديد زمن الاربع والشي سيف سمير سيف سمير هيخش من نادي الالي ويخرج عمر طارق كده خمس الالي بحير وسيف لكن خلنا في المباراة الوقت كيجو مع اسيف سمير كيجو عايز يدور على الشوطة يدور على الشوطة لسه مؤهي بياسر جي خد البوزيشن خبطت في رجل الجمال طلعت اوتسايد نفع قوم النادي الالي حتى هذه اللحظات اربع ده تسعتاشر ثانية على انتهاء الكورتر التاني كورة زمالكوية والتر هوتش حاول يطلع عليه مهاب والكورة عند مين عند حاتم صراع على الكورة ينتهي عند الاهلي الالكس يونج فاضل واحده حاول ياخد الكورة قبل ما تطلع عاود لكن ما الحقش وتطلع عاود صايد لصالح نادي زمالك اربع دهائع عشر ثواني اتناشر نقطة نادي زمالك فرق لصالحه لازم الاهلي يضغط اكتر من كده واشرس من كده في الدفاع والتر هوتش لكن خطأ شخصي على سيف سامير خطأ الشخص التاني على سيف تطلع الفولات على النادي الاهلي اربعة واثنين على الزمالك اي خطأ شخصي على نادي الزمالك باوتصايد لكن على الاهلي بطوشوت ودي كيجو اللي شاط لقى الشوطة بتاعته لكنه بادي ايربول طلع على طول حتم بحيرة يوصل ملعبه لألكس يان ألكس وكيجو ألكس شوت ألكس لم ينجح في التسجيل يلم كريم ده عشان بالزمالك بيجري بالمالعة يجري اربعة واثنين ووصل كريم النجح كريم وسجل كريم نقطتين تايم اوت بيطلبه الكابتن أشرف توفيق لإيقاف تفوق الزمالك اربعة واربعين تلاتين تلات دقائق تمانية وتلاتين ثانية تعديل صفوف النادي الاهلي هيقول الكابتن أشرف توفيق ده اللي هنشوفه دلوقتي مع حضراتكم على الشاشة لازم نحو ترايف حانس مش تحت الحالق بايح درايف ترايف ترايف لازم نمنع البسكت الوحيد اللي عازل حاتم اعزل الرات ثانية اعزائي المشاهدين بعد انتهت تايم اوت اللي طلبه الكابتن أشرف توفيق أربعة واربعين تلاتين 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 هيتكرر نفس سيناريو النادي الماتش الأهلي والزمالك فيه أحداث معلية في دور المرتبط برضو نفس النتيجة كان متقدم الزمالك لكن انتهت المباراة بفوز الأهلي هل هيتكرر السيناريو تاني حاتم بحيري والأسست حالو السيف ساميري اطلع يا سيف سجل يا سيف نجح سيف في تسجيل نوتةين يضغط النادي لا يوجد مفر يضغط النادي الأهلي طبعا حاتم بحيري معه والتر هوج حاتم والتر والتر هوج دفاع 기억ه من نادي الأهلي عايزي عوض ضرب السكرين عدة لسه والتر ومعه حاتم والتر وقف شور نجح في تسجيل نوتةين والتر هوج من ناتزة مالك من بورتريكو كرة أهلوية عاتب لأليكس يانج 46-32 52-50 سنة على انتهاء أحداث الكورتر الثاني الجمال شاط الجمال نجح الجمال في تسجيله 3 نقاط إبراهيم الجمال 5 نقاط في جهوبته حتى عزيه اللحظات سيف وإيه كيجو بيلف ومخالفة الماشي بالكورة دفاع قوي من إبراهيم الجمال نزل ساعد سيف سامير وقدر أنه هو يحصل على مخالفة الماشي بالكورة من مصطفى الجيش خرج علي حجازي من الزمالك رقم 34 نزل أنس أسامة من نادي الزمالك ديتين 30 ثانية وحاتم بحيرة على بوينت جارد حاتم وصل إدى الأساس تاني لسيف سامير والكون والأندوان واللي هنشوف قرار كابتن عمر زايد إيه فول وخطأ شخصي على كاونت فعلا كابتن عمر زاير والخطأ الشخصي على اللاعب رقم 8 كريم الدهشان والأندوان لسيف سامير سبعة وثلاثين ستة واربعين تسعة نقاط فارق لصالح نادي الزمال ديتين ستة وعشر سانية على انتهاء أحداث الفترة التانية أو الكورتر التاني والوان مور أو الأندوان أو الرمية الإضافية لمين؟ لسيف سامير لسيف سامير هل هنا فيه تم ارتكاب خطأ شخصي أو عفوا تكنيكا الفاول آه هو هنا طب عشان أوضح السادة المشاهدين هو الفاول لسيف سامير سيف سامير افتكر أن فيه تكنيكا الفاول فصدر المشهد لألكسيان فاكتشفوا أنه مفيش تكنيكا الفاول فطبعا عاد سيف سامير إلى الأندوان اللي ما نجحش في تسجيلها وبيلم على طول مصطفى كيجو يسلم لأنا سوسام من الزمال ديتين عشرين سانية على انتهاء الكورتر التاني كريم دحشان من الزمالك مهابي أسر لمصطفى كيجو في البازدين مع سيف سامير ليه؟ كريم دحشان اللي وصل وعدة أي حاجة شاط ما بتجيبش يلم مهابي أسر ينجح في تسجيل نقطتين وخطأ شخصي على أحمد مهيب خطأ شخصي على أحمد مهيب والكاونت والوان مور وتغيير في صفوف الأهل هيخرج مهيب ويدخل أبو النصر مهابي أسر على تنفيذ نامي الحرة الإضافية والأندوان ما بيمجحش في التسجيل لكن أنا سوسامة ليجي من بعيد ويكمل الفولو يوسع الفرق إلى 13 نقطة لصالح نات زمالي 37-50 ديها 50 ثانية أبو النصر حاتم بحيري يا أليكس يان أليكس اختراقات أليكس وصل أليكس النجح أليكس للتسجيل على طول طول الكورة الزمال كوية ديها 40 ثانية على التالي كورتر التاني والتر هوتش والتر ومع حاتم بحيري لازم يضغط عليه شوية مهابي أسر ليه كيشو اللي بيفكر شو تتراجع عن موقف والتر هوتش سريب بوينت والتر النجح سريب بوينت والتر هوتش في تسجيلها يوسع الفرق إلى 14 نقطة 53-39 صالح نات زمالي أليكس يانج مكينة السلسيات للنادي الأهلي معطلة حتى هذه اللحظات خطأ شخص على كيشو وده الخطأ الشخص التاني على طول استبدله ميستر وجوستي بيه علي حجازي بيحافظ عليه لبقية الجيم أليكس يانج ليه إبراهيم الجمال والهندوف إبراهيم لأليكس سريب بوينت أليكس ما نجحش في التسجيل يحاول معاه سيف سامير لكن بتغبط في يده وتطلع أوتسايد لصالح نات زمالي دي أربع ثواني على التقل الكورتر الثاني تطلب على طول ميستر وجوستي بوش أو تايموت لصالحه نسمع تايموت ونرجع لحضراتكم مرة تايموت تايموت ترجعنا تاني عزاء المشاهدين 53 زمالك تسعة وتلاتين أهلي دي أربع ثواني طيما هو طلبه ميسر وجوستي والنادي الكرة الزمن الكوية مواب ياسر من الزمالك هيعدي بملعبه ضغط النادي لأهلي بس ضغط كده على السحيات حسوا على السحيات والتر هوتجو معاه حاتم بحيري ودي والتر عدة يسلم كيكاوت لكريم الدهشان شات سري بوينت مجدش حاتم بحيري حاول يلملك تروح لعليح جازي والتر هوتجو يتجاد الزمن الهجمع لكريم دهشان أنس وسامة قرر اختارك ووصل لم ينجح في التسجيل عليح جازي بيلهم مع الساكن شوت يحاول معاه ينجح في تسجيل النقطتين في آخر 30 ثانية يوسع الفارق 359 39 16 نقطة لصالح نادي الزمالك حاتم بحيري 15 ثانية على انتهاء الزمن الكوارتر الثاني واوتسايد لصالح نادي الزمالك تغبط فييد الجمال واوتسايد تايم اوت انه بادي تايم اوت عند مين انه بادي تايم اوت عند مستر وجوستي تايم اوت لصالح نادي الزمالك 15 ثانية وخمس اجزاء من الثانية على انتهاء احداث الفترة الثانية او الكوارتر الثاني نسمع تايم اوت ونرجع تاني المس ام اول قد انتهاء في شركة نادي الثانية ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 كيكاوت لمودي الجرحي لأبو النصر الثاني أوبن شوت من الباستلين شوت نجح في تسجيل ثلاث نقاط أبو النصر يضغط الأهل الثاني إنه بادي أو المرادي والتر رودج هو اللي يمسك أو يضغط النادي الأهلي أبو النصر لمهابي ياسر إسلام سالم لكن خطأ شخص على مودي الجرحي بيرتكبه ضد مهابي ياسر اي خطأ شخص على الزمالك النادي الأهلي مرتكب حتى هذه اللحظات خطائين إسلام سالم لكيجو لوالتر هوتش ودي والتر هوتش ما بيجيبش ينجح عمر طارق يسلم للجندي يجري على طول كان عايز فاول وعمر الجندي بيقوله إلعب عمر الجندي ياخد تحت الباسكت بوزيشن مع إسلام سالم يطلع الكيكاوت تطلع في السكة وتتقري من مهابي ياسر مع مودي الجرحي وخطأ شخص على مودي الجرحي مودي الجرحي خطأ شخصي ده الخطأ الشخص الثاني على مودي وي اوتسايد لصالح نادي الزمالك هل طالح او طالح؟ لا كبتل عمر زاد حساب طالح كبتل عمر زاد حساب طالح يعني مش عارف يعني انا هيسيب لحضراتكم التعليم لكن خناف الملعب مواب ياسر هو على تنفيذ رمية الحرة تلات دقائق ستاشر سانية تمانية وستين زمالك خمسة وخمسين لالي وادي مواب ياسر لم ينجح في تسجيل رمية الحرة الأولى مواب ياسر على تنفيذ رمية الحرة التانية لم ينجح أيضا في التسجيل للمعامر الجندي اللي يسلم لالكس يونج تلات دقائق عشر سوانية على التقائق كورتر التالت أليكس 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 ومعاك يجو والفي دا وي والسري بوينت ما بينجحش في التسجيل يحاول معاها ابو النصر لكن يختفى السلام سالم اللي بيسلم لولتر هوتش والتر ومعاها ابو النصر بيسلم على طول ويطلع ليه مواب ياسر لكن بأيده وبتطلع قاود صايد على نادي الزمالك دي اتين خمسة وخمسين سنة على انتقائق الكورتر التالت مودي الجرح هيطلع القاود قالي محتاج دفاعيني يبقى أشرس من كده لو عايزك سبج المباراة مودي الجرح لالكس يونج أبو النصر سكرين من عمر طارق أبو النصر يختارك وقف سلم لمودي لأبو النصر تاني سريب بويت من أبو النصر ينجح في التسجيل وعلى طول تايم اوت يطلبه ميسر ريوجوستي تمانية وستين تمانية وخمسين فرع عشر نقاط لصالح نادي الزمالك تايم اوت يطلبه ميسر ريوجوستي فياخر دي اتين اربعة وثلاثين ثانية على انتقائق أحداث الفترة التالتة والكورتر التالي نسمع التايم اوت ونرجع لحضراتكم مرة تاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتر هوتش كرة زمالكوية يضغط النادي الاهلي ابو النصر لسه مهمته محددة بتكليفه مرأبت والتر هوتش عدى والتره مع ابو النصر يضغط ابو النصر كويس لإسلام سالم لكن خطأ شخص على مودي الجرحي يحتسب الكابتن عمر زاهد رقم عشرة وأوتس سايد تلات أخطاء شخصية مودي الجرحي هيألي على طول هيجهز حتم بحيري اسلام سالم من الزمالك لكيجو كيجو بيسلم الهنده في المستقبل والتر هوج والتر يبحث عن السلسية والتر بقى المنترشن وصل ما ننجحش في التسجيل عمر طرق بيلم بيسلم انا بقى محتاجين السرعة في نقل القرى وهذه أليكس يان أليكس دي ايتين بالتمام والكمال على نتاك وارتر الرابع الثالث أليكس لأبو الناصر أبو الناصر واختراكات وخطأ شخص على مصطفى مشعل رميتين حراتين لصالح النادي الأعلي رميتين حراتين فعلا هينزل علي زين أعتقد أنه هيسحب أنس أسامة من الزمالك أو مصطفى كيجو عفوا أنه مصطفى كيجو مصطفى كيجو تلاتة فاول أنس أسامة تلاتة فاول أبو الناصر رميتين حراتين الأولى جد دا يا الفرق إلى تسع نقاط أبو الناصر التانية دا يا الفرق إلى تمنقاط دا يا أربعة وخمسين سنة على تاكورتر التالت والتر هوج أبو الناصر معاه وطلع كيجو تلاتة فاول وخطأ شخصي على إسلام سالم لعمر الجن لكن عمر طارق أحيا الكرة مرة تانية بعد ما تخطفت من والتر هوج دا يا ثلاثة وعشرين سانية إسلام سالم ثلاثة أخطاء شخصية ثمان نقاط لصالح نادي الزمالي ودي عمر الجندي الرميع الحرة الأولى ينجح في التسجيل يدعي الفارق إلى السبعة نقاط الكمباك بيحصل من نادي الأهلي عمر الجندي وتنفيذ الرميع الحرة الأولى التانية الست نقاط عم سيظل سبعة ستة لكن هنا علي زين شال الكورة شال الكورة لكن الحكام في حكم صفر حكم ما صفرش اعتردت من الأهلي كابتن صار راحل أحمد غالب هتشوف القرار هيوصله لإيه هل هنشوف دلوقتي كابتن أحمد غالب في مشاورات مع كابتن صار راحل هل هتحتسب لو اتحسبت هتبقى بنوططين لو ما اتحسبتش هتبقى لقابة عادية طيب هنشوف كابتن صار راحل حسبتها بنوططين فعلا ده الفارق إلى خمس لقاط اسلام سالم لوالتر هوتش وعدى والتر نعم الكورة وعدى وصل والتر راح خطأ شخصي على عمر طارق أي فريق يرتكب خطأ شخصي على طول براميتين حورتين والتر هوتش عمر طارق قال لك لا مفيش وانتر هوتش حيث هم اذا كان راحل فلنحن وانتر هوتش وانتر هوتش وانتر هوتش والتر هوتش ذهو 200 حورتين انفعالات المدربين في برا عمر طارق ثلاث أخطاء شخصية والتر هوتش ينجح في تسجيل الأولى والتر على تنفيذ النامية الحرة الثانية ينجح في التسجيل كان فيه تغيير كده لعمر طارق بس عمر طارق أصر أنه كان يتغير بسيف فدلوقتي حصل تغيير في سفوز مالك والتر ويانا سوساما خرجوا نزل كريم الدهشان ومصطفى كيشو مودي الجرحي عدا مودي معا كريم الدهشان أليكس ينج أليكس سكرين من عمر طارق أليكس عدا بشماله لها طريفة زحمة رجع تاني سلم لمودي الجرحي مودي واختراقاته من البزاين سلم وكيكاوت لأليكس ينج لا نفسه فاضي رجع عن كلامه تاني لسه الأهل ضاغط سلم لكريم الدهشان سبع نقاط فارق تلاتين سنة بالتمام والكمال كريم الدهشان ليه كيشو كريم فاضي شوت كريم ستريبوينت كريم ما بنجحش كريم عمر طريب يلم جرع الفاص بريك جرع الفاص بريك خمستاشر سنة على قتال كورتر الثالث عمر الجندي ياخد الهجمة الأخيرة ياخد الهجمة الأخيرة عايز يسلم لأليكس ينج يفتح له الملعب ست ثواني عمر وصل عمر لم ينجح عمر لكن فوله عند مين الفوله عند عمر طارق ما بنجحش عمر طارق قرض لك يا عمر ويه تأتي معها صفرة انتقى أحداث الكورتر الثالث بتقدم الزمالك سبعين تلاتة وستين نادي الأهلي عمل كامباك حلوة قوي من خمسة من اتنين واربعين بونت سجل في هذا الكورتر واحد وعشرين نقطة أما نادي الزمالك سجل خمستاشر نقطة في هذا الكورتر أعزائي المشاهدين استراحة ما بين الكورترين ونرجع لحضراتكو تاني رجعنا تاني أعزائي المشاهدين في آخر فصل أحداث هذا الديربي الكورتر الرابع آخر فصول هذا اللقاء تقدم الزمالك سبعين تلاتة وستين في عودة من النادي الأهلي بعد مكان الفارق تلاتتاشر نقطة أصبح الفارق سبع نقاط لصالح نادي الزمالك ألحازة تبدولية الزمالكوية خمسة الزمالك أنا سوساما كيجو والتر هوج وكريم دهشان مصطفى ماشع الأمة خمسة الأهلي مودي جرحي عمر الجندي أليكسيان جسيف سمير لغاير مكان عمر طارق وأبو النصر ألحازة زمالكوية كريم دهشان ليه والتر هوج لسه أبو النصر مسكو لكن خطأ شخصي على أبو النصر وي أوتسايد لصالح نادي الزمالك أبو النصر والخطأ الشخصي التاني أبو النصر لأنس وساما يطلع أنس مع أليكسيانج يسلم ليه مصطفى مشعل اللي بيدي بحث عن الاختراك وأليكسيانج خطأ شخصي على أليكسيانج رقم خمسة الخطأ الشخصي الكام يا كابتن أحمد الخطأ الشخصي التاني على أليكسيانج لم يفتتع حتى هذه اللحظات أيًا من الفريقين نقاط في المباراة والتر هوج والتر لأنس وساما اللي بيسلم ليكيشو تحت الباسكت دفاع قوي لكن خطأ شخصي على سيف سامير وكاونت والأندوان لمصطفى كيشو كاونت أندوان لمصطفى كيشو اتنين وسبعين تلاتة وستين ووصل الفريق تاني تسع نقاط مودي الجرحي خرج نزل إبراهيم الجمال وسيف سامير تلات أخطأ شخصية هو وعمر طارق مودي مصطفى كيشو على التنفيذ يوسع الفريق إلى عشر نقاط لصالح النادي لا النادي زمالك أليكس يانج هيمسك الملعب دلوقتي أليكس لأبو الناصر سكرين من سيف سامير وصل أبو الناصر يسلم لسيف يسيطر على كورته أليكس يانج شوت سري بوينت ما بينجحش في التسجيل والفاص بريك لكيشو اللوحده خالص وينجح فيه تسجيل نقطتين من أسست من كريم دحشان يوسع الفريق إلى اتناشر نقطة إبراهيم الجمال سلم لسيف سامير وخطأ شخص على أنس أسامة ده الخطأ الشخصي الرابع على طول عالي الزين هينزل مكانه في تغييره زي ما احنا شايفين خطأ الشخصي الرابع على أنس أسامة خمسة وسبعين الزمالك تلاتة وستين لأهلي تمن دائق تمنة وخمسين سنة على انتهاء الفترة التالتة او الفترة الرابعة عفوا نقارة الرابع والمباراة أبو النصر سكرين من سيف أبو النصر واحد على واحد وصل لكن هنا مخالفة الدبل دريبل على أبو النصر وأوتسايد للصالح هناك الزمالك مخالفة الدريبل استلم كريم دهشان من الزمالك علي زين بيجيلو سكرين او علي حجازي عفوا والتر هوجي استلم والتر لكريم دهشان والتر تاني مع الجمال المرادي خطأ الشخصي على الجمال خطأ الشخصي على الجمال وأوتسايد للصالح نادي الزمالك خطأ الشخصي على الجمال والتر هوجي طلع ووفنسف فاول على علي حجازي من نادي الزمالك رقم 34 يحتسب كابتن أحمد غالب وأوتسايد للصالح النادي الاهلي 75 الزمالك 63 الاهلي 8 دقائق 39 ثانية أليكس يونج لإبراهيم الجمال سيف سامير أليكس ثاني للجمال اللي بستلم واسكرنات عشان ياخده زيشان سيف الجمال بيوصل ما بيرجعش في تسجيل زوج الكرة لأبو الناص وهي خطأ الشخصي على علي حجازي الخطأ الشخصي التاني على علي حجازي أو الخطأ الشخصي في الكرة التاني في الرابع وده ثلاثة أخطاء شخصية خرج سيف سامير نزل عمر طارق من نادي الاهلي أول ديئتين كده أربع فاولات على النادي الاهلي ثلاثة فاولات على النادي الزمالك أبو الناصر ليه يانج يانج شار لكن فيه قرار آه لا كده تمام كده صح كابتن سارة الكرة تشاطت حسبت أوفنسي فاول على النادي الاهلي رفضت النقطة احتسب الثلاثة نقاط لكن الحكم الأول كابتن عمد غالب احتسب الثلاثة نقاط اعتراضات من مصر وجوستي لكن الثلاثة نقاط في جعبة النادي الاهلي ده من ده 18 ثانية ما زالت الاعتراضات مستمرة لكن خلاص سريبوين تم احتسبها لنادي الاهلي وعمر طاري أربع فاولات هو اللي ارتكب الخطأ الشخصي أو الوفنسي فاول ستة وستين خمسة وسبعين كريم دحشان لمصطفى مشعل سلم لهوج هجه مع ابو الناصر حاول هجه ويعمل السيل على طول الجمال الجمال لأليكس أليكس ما جاتش فوله كده ما جاش سلم لهوجه تاني فاص بريك ليه باسكت ليه نادي الزبالك فاص بريك لمصطفى مشعل عمر الجندي من الاهلي لابو الناصر أليكس يانج اختراقات أليكس وصل لكن خطأ شخصي على مين رميتين حراتين على طول خلاص على علي حجازي ولا على كيجو سيف سامير هيدخل مكان عمر طارق اللي ارتكب أربع خطأ شخصية ورميتين حراتين وخطأ شخصي على علي حجازي الخطأ الشخصي الرابع يالا حيرة المدربين الاتنين هنا كل واحد عنده أربع فاول في البوفتات عمر طارق خرج أربع فاول سيف سامير دخل أيضا ثلاثة فاول وادي أليكس يانج على تنفيذ رميتين الحراتين ما ينجحش في التسجيل ودي أليكس يانج على تنفيذ رميتين الحرة التانية ينجح في التسجيل والتر روتش النوبادي اللي هيتناوب عليه الديفنس إبراهيم الجمال والتر ليه؟ الدهشان الدهشان والسكرينات لوالتر تاني لسا والتر مع الكورة بيحاول أختارك دفاع قوام النادي الأهلي والستيل لكن هنا خطأ شخصي على إبراهيم الجمال ويه؟ تيكنيكا الفاول على محمد أبو النصر يعني ايه؟ تيكنيكا الفاول على محمد أبو النصر الجمال ثلاثة فاول وأبو النصر ثلاثة فاول سبعة دقائق سبعة دقائق أربعة وشيث سانية سبعة وسبعين الزمالك سبعة وستين الأهلي عشر نقاط فارق لصالح نادي الزمالك سبعة دقائق على ثلاثة رميات ثلاثة رميات والتر هوتش شاط الأولى نجح في تسجيلها شاط التكنيكا الفاول سوف نجح في التسجيل سوف نجح في التسجيل ينجح أيضا في التسجيل والتر هوتش والرامي الحرة الثالثة والتر ونجح في التسجيل لا ينجح في التسجيل نقطة عشرين ثانية عزال المشاهدين على بتاقي كورتر الرابع والمباراة ودي أليكس والكاونت والاندوان يده الفرق ثاني العشر نقاط ودي أليكس يونج على تنفيذ الرامية الحرة الإضافية والاندوان والخطأ الشخصي على كيجو الفاول الرابع مصطفى كيجو أليكس ينجح في التسجيل والتر هوتش والتر يطلب اللعب أنه يتوسع الملعب هو يعدي مع أبو النصر والتر هوتش يسلم لمصطفى مشعل من الزمالك والتر والدابل تيم يسلم للدحشان شاط الدحشان ما بتجيش لما أليكس يونج يطلع في فصل بريك لمحمد أبو النصر أبو النصر وخطأ شخصي على مصطفى مشعل أبو النصر رميتين حراتين ست دقائق تسعة واربعين سنة أعزال المشاهدين تسعة نقاط فارق لصلاحنات الزمالك أبو النصر على تنفيذ رميتين الحراتين مصطفى مشعل ثلاث أخطأ شخصية شايف دلوقتي أنس أسامة هيشارك في المباراة أبو النصر ينجح في تسجيل رمية الحرة اللي ضفية رمية الأولى والتاني أبو النصر نجح في تسجيل رمية الحرة التانية وتغيير في صفوف الزمالك كيشو هيخرج الأربعة فاول وهينزل أنس أسامة أيضا أربعة فاول يضغط النادي الأهلي لا مفر من الضغط لا مفر الضغط بيولد أخطاء ودي كريم دحشان لأنس أسامة أنس يسلم لهج لكن خطأ شخصي على أبو الجمال ورميتين حرتين خطأ الشخص الرابع على أبراهيم الجمال زي ما قلتلكوا يا لحيرة المدربين كل ورق راب حتنزل أربعة فاور يعمل إيه؟ والتر هوج ودي الرامية الحرة اللي هو اللي نجح في التسجيل عنده فاول و 24 نقطة تسجيل أليكسيانج عنده اتنين فاول 26 نقطة مسجلهم ده الاسكرات كده سريعا ودي والتر هوج التانية يوسع الفرق إلى تسع نقاط الجمال ليه أليكسيانج 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 لسه الكروس أوفر وراح أليكس سجل أليكس نقطتين واحدة من الألعاب اللي بتعجب الجماعير ودي والتر هوج تاني بيعدي يسلم لكريم الدهشان اللي اخترق من البلزاين وصل بالباكلياب ما بينجحش بالتسجيل يسلم على طول عمر الجندي يلم يجرب الملعب سلم للجمال الجمال ليه أبو الناصر اخترقات أبو الناصر وصل سلم لسيف سامير سيميهوج سيف ما بينجحش بالتسجيل سلم ليه والتر هوج لأناس وساما أناس سلم الملعب لهج تاني هوج وقف على ملعبه بيهدى عايزة بتطس حمس النادي لأهلي والتر هوج والتر هوج كامل على دابل تيم لأناس وساما أناس جيكاوت الدهشان الدهشان بيشوت سري بوينت ينجح في تسجيل ثلاث نقاط ثلاث نقاط في جوابة نادي الزمالك اربعة وثمانين اربعة وسبعين عشر نقاط تاني رجع الفارق خمس دقائق ثلاثين سانية على انتهى كورتر الرابع أليكس يانج وصل أليكس ما بنجحش في تسجيل تغبط في ايد علي حجازي وبتطلع آود سايد مصطفا كيشو خرق دخل بنزل مكان علي حجازي سبعة وعشرين سانية على انتهى كورتر الرابع والمبرى اي خطأ شخصي عزال مشاهدين برميتين حرطين على اي فريق سبعة اربعة وسبعين اربعة وثمانين صالح نادي الزمالك خمس دقائق سبعة وشرين سانية زي ما قلت لحضراتكو عشان اللي ما كانش متبقنا احمد حمدي في التسخين من نادي الاهله موسيقى اعلاوي الجمال لعمر الجندي عمر يهوش يختارق وصل يسلم السيف سمير ينجح سيف سمير الأسستة جوة من عمر والبسكت أحلى من السيف سمير والتر هودش بيعدي والتر قبل 8 ثواني يضغط على عمر الجندي وادي مصطفى مشعل وسكرنايا من نانس وساما إيه اللي بلكيجو وسجل 19 نقطة كيجو كيجو بيهوش لوالتر هوجي في آخر 3 ثواني شوت 3 بوينت ما بينجعش بالتسجيل عند الالكسيونج اللي بيلم والجمال 3 بوينت الجمال ما بيجيبش وخطأ شخصي في الريباوند على أبو النصر خطأ الشخص الرابع على أبو النصر ورميتين حراتين لأناس وساما 4 دقائية 51 ثانية على انتاء الكورتر الرابع والمباراة أناس وساما على التنفيذ 4 أخطاء شخصية 4 بوينت في جعبته سكورو في هذا اللقاء أحمد حمدي غير ودي أناس وساما ما بينجعش بتسجيل الرمية الحرة الأولى وما بينجعش أيضا في تسجيل رمية الحرة التانية للم الأهلي على طول أليكس يان أليكس أليكس شاط أليكس نجح أليكس في تسجيل 3 نقاط يدعي الفارق إلى خمس نقاط 79-84 والتراب يسلم لكيجو والتراب يسلم لكيجو شاط 3 بوينت ما بينجعش في التسجيل ليه؟ يلم على طول الجندي 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 والكيكاوت ليه؟ الجمال الجمال أليكس أليكس كمان مرة أليكس كمان مرة هارد لك يا أليكس الجندي يلم قبل ما تطلع لكن أوتسايد ويه؟ ليه نادي الزمان أوتسايد سلامات عمر الجندي اللي وقيها كده لكن أنا شايفه أين بسلامة طيب سلامات لعمر خرج أبو الناصر ونزل أحمد مهيب ساعة شوية في الديفنس مع كيجو وانا سوساما والأوتسايد 79-84 أربع دقائق أعزاء المشاهدين وثلاث ثواني على انتقاء الفتر الرابع والمبراء مهيب هو اللي يمسك والتر هوتش دلوقتي أنا سوساما مهيب دفاعيا يعني بلغة البسكت كده لعيب لازق في الديفنس عدى لكن أوتسايد خطأ شخصي الضغط يولد الأخطاء أو عفوا الضغط يولد الأخطاء فعلا لكن أوتسايد لصالح نادي إلى أهلي إلعب يا أهلي زي ما احنا سمعين دلت دقائق أربعة وخمسين ثانية خمس سقاط لصالح الزمالك لازالة في المباراة مفاجآت كثيرة وكثيرة إبراهيم الجمال مع والتر هوتش يسلم لألكس ألكس لمهيب مهيب بيأخذ السكرين من سف سمير مهيب يسلم لسف حلوة لكن بلغة من أنس وساما تطلع أوتسايد لكن يلح كريم يدحشان يسلم لأنس أنس كريم يدحشان تاني لوالتر هوتش عمر طارق هينزل ويهي بات باس كده ويقطع في السكة على طول ألكسيان هشوت 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 يقود النادي الأهلي مرة أخرى ثلاث دقيقة عزال المشاهدين وسبعتاشر سانية تايموت نسمعه ونرجع لحضراتكم مرة تانية تقربون ثلاث زين شكراً لكم تساعد الوقت أيضاً يستطيع التطور على المسكين سيكون محلوك تتبتوا حتى هذه اللحظات تايموت اللي طلبوا ميسر وجوستي قال في إيه عنده مشكلة ميسر وجوستي ما عندهش بديل يعني لما تيجي مثلاً تبص على أنس ومصطفا كيجو لتنين أربعة فاول بديلهم مين برا؟ على إحجازي نفس القصة عند النادي الأهلي يمكن مؤتز لسه ما شاركش في سيف سمير في عمر طارق أربعة فاولاد يا طارق إيه اللي هيحصل من الاتنين المدربين في مباراة وقت هانية بقى بره مباراة هانية بره دايق الفارق إلى نقطتين لصالح نادي زمالك أربعة وثمانين اتنين وثمانين أعزاء المشاهدين تلت داقة سبعتاشر سانية الضغط على والتر هوج لكن استلم الكورة كريم دحشان اللي سلم لأنس لوحده لكن قطع في غفلة دفاعية جدا لكن البلوك حلو قوي من عمر طارق اللي بيطلبه نادي زمالك إن الباسكت حسب لكن الحاجة بيقول ما فاش حاجة أليكس يان شاط أليكس نجح أليكس في التعادل أليكس يان جيهي بالتعادل أربعة وتمانين أربعة وتمانين أعزاء المشاهدين مباراة حمية الوطير علق أليكس ليه أو عفوان والتر هوج ليه أنس وسامة اللي بينجح في إنه يسجل نقطتين كاونت ولاندوان وخطع شخصي على أليكس يانج أليكس يانج الخطع الشخصي التالت نزل السام سالم وأنا سوسامة نثبته حتى يزين لحظات ما سجلش في فاول شوتين أنا سوسامة ست نقاط أربع فاولات أنا سوسامة ما بينجحش بالتسجيل يلمي على طول لا يرجع تاني أنا سوسامة على الساكن شوت يسلم لكيجو يجو الوالتر هود يلي منها تاني إسلام سالم اللي لسه نازل فاضي خالص يشوت ينجح في تسجيل تلت نقاط واسع الفرق إلى خمس نقاط خمس نقاط من صالح ناتزة مالك بعد ما لقى اللي جاب التعادل فاصل بريك وتعليق كده ليه أنا سوسامة يجيب بيها بسكت كاونتون مور ودي تلتاية من إسلام سالم تايموت طبوك كابتن أشرف وديتين تسعة وثلاثين ثانية تسعة وثمانين أربعة وثمانين خمس نقاط صالح ناتزة مالك نسمع التايموت ونرجع لحضراتك تاني لسه المباراة فيها كتير تسعة وثمانين هتشوفوا تخليكم فاهمين كده انتهى التايموت اللي طلبوا كابتن أشرف توفيق أذكر تاني عزيزي المشاهدين تسعة وثمانين زمالك أربعة وثمانين أهلي ديتين تسعة وثلاثين ثانية تشتد المباراة الزارة وحماس ما بين الفرقين ديربي الأهلي والزمالك نشوف دلوقتي اللي بلغوا بالتعليمات خمس الأهلي عمر طارق عمر الجندي أحمد مهيب عليك سيانج الجمال أما خمس الزمالك والتر هج إسلام سالم مصطفى كيجو أناس وسامة وكريم الدهشان رجعنا اللعبة تاني إبراهيم الجمال هو اللي مسك الملعب ومعه والتر هوج إبراهيم عد إبراهيم سلم لأليك سيانج وفتح اللعبة في هذا كورتر عمر الجندي عمر عايزي علق لعمر طارق وعمر طارق ويخرج معاه أناس وسامة الفول الشخصي الخامس تغيير في صفوف الأهلي خرج مهيب نزل أبو الناصر ديئتين 24 ثانية على انتاءة كورتر الرابع نزل مكان أناس وسامة علي حجازي رقم 34 من الزمالك أناس وسامة خمس أختار شخصية ست نقاط في جعبته والأندوان ليه عمر طارق عمر طارق نشربها شوية مياه نبل رقنا كده الأحسن الواحي دي يعني يعني كأنه هو اللي بيلعب والله طيب عمر طارق على أندوان عمر طارق نجح في التسجيل نقطة الإضافية ده الفريد ثاني إلى نقطتين والتر هوتش الماسكوا بالناصر والتر هوتش ياخد السكرين من كيجو والتر وصل طلع الكيكاوت الدهشان الدهشان قرر اختارك سلم لكيجو لكن خطأ شخصي على كيجو ياخد الكاونت والأندوان والخطأ الشخصي بقى على مين يعني أنا مش عارف بصراحة على أليكس يانج أليكس يانج الخطأ الشخص الرابع دهشان سبعة ثواني واحد وتسعين زمالك سبعة وتمانين لأهلي أربع نقاط لسه فيها آه لسه فيها لسه دهشان كتير قوي في الباسكت كيجو على تنفيذ الاندوان أو الاندوان مور ما ننجحش في التسجيل للمه عمر الجندي يطلع بملعابه واهدى على ملعابه دي اتين بالتمام والكمال عمر الجندي عد عمر وصل عمر سجل عمر نقطتين فارق تاني ده الفارق لنقطتين للزمالك والتر هوتش مع أبو النصر أبو النصر عندي إحساس كده أن أبو النصر ممكن يعمل استيل منه أبو النصر والتر هوتش وصل والتر طلع الكيكاوت لقي جيجو تحت الباسكت فاضي وهنا عمل البلوك عمر الجندي أو عفوا عمر طارق عدى لنادي الأهلي أليكس يان أليكس لسه أليكس بنتريشان من المدين في نفسك أليو بلنك أليو دانك أليكس يان أليكس يان بيحط دان في اللحظات اللي حاسمة واحد وتسعين واحد تسعين سلامات لكيجو اللي واقع ألف مليون سلامة يا مصابة يا كيجو سلامات كيجو بيطلب بينزله الدكتور ألف سلامة لكيجو تعادل في ريتين دقيقة تمانية وعشرين سانية على انتهاء الكوارتر الرابع والمباراة أليكس يان حط دان تمانية وتلاتين نقطة في أزا اللقاء سلامات لكيجو يعني ألف سلامة يا كيجو واحد من اللعبة المهمة جدا في نادي الزمالك ومنتخب مصر وكان مأدي مباراة رائعة يعني كان نجم من نجوم مباراة منتخب مصر في تصفات أمم أفروكيا يعني سلامات مليون سلامة لكيجو وكل لعبتنا سواء كنت أهلاوي زملكاوي انت إنسان في الآخر ألف مليون سلامة لكل لعبتنا وألف سلامة لمصطفى كيجو واحد من نجوم هذا اللقاء اللي أحرص حتى هذه اللحظات واحد وعشرين نقطة والتر هوتش تعادل في ريتين ديها سبعة وعشرين سانية واحد ودسعين واحد ودسعين وخطأ شخصي على الجمال معرفش إيه الأخطاء الشخصية دي طيب الجمال كان فاول الجمال ده الخطأ الشخصي الخامس خمس أخطاء شخصية إبراهيم الجمال يطر الوفشن اللي عند كابتن أشرف إيه هل هو قحة بحيرة ولا مودي الجرحي ولا أحمد مهيب هنشوف دلوقتي اللي في تفكير كابتن أشرف توفيق حاتم بحيري زي ما قلت لحضراتكم فعلا حاتم بحيري هو اللي هينزل ووالتر هوتش اللي نثبته حتى هذه اللحظات في الفريس رو أو الفاول شوتين 100% ما جلاش واحدة والتر هوتش على تنفيذ رميتين للحورتين والتر هوتش رميتين للحورتين خرج دلوقتي إبراهيم الجمال خمس أفاول نزل مكانه حتم بحيري والتر ودي الرمية الحرة الأولى ينجح في التسجيل زي ما قلت لكم نثبته حتى هذه اللحظات 100% مسجل حتى هذه اللحظات 26 نقطة ودي الرمية الحرة التانية ينجح أيضا في التسجيل يوسع الفريق إلى نقطتين هي 23 سنة على تهيكوارتر الرابع والمباراة 93 لأهل زمالك و 91 لأهل حاتم بحيري لأليكس يان أليكس لعمر الجندي عمر معاه مهابي ياسر لسه نازل ياخد السكرين يعدي يوصل ما ينجحش في التسجيل يحاول عليها تاني يلمع على طول أبو النصر ينقل لعمر الجندي ليه تحت البسكت لعمر طارق والكاونت لاند وان ضنك عمر طارق وأود فاول على علي حجازي من نادي الزمالك علي حجازي يرتكب خطأ شخصي قدام عمر طارق وده الخطأ الشخصي رقم خمسة عليه هينزل مصطفى كيجو بعد ما رجع بالسلامة من الإصابة سلامات لكيجو مرة تانية وتالتة تمانية وخمسين ثانية على انتهاء كورة الرابع والمباراة تعادل الفريتين تلاتة وتسعين تلاتة وتسعين عمر طارق على الاند وان بعد ما جاب الضنك عمر طارق تمانية وخمسين ثانية عزائل المشاهدين ودي عمر طارق وليه اند وان ما بينجحش في التسجيل لما والتر هوج على طول من الزمالك تعمل عليه دبل زي دبل تيم يسلم ليه اسلام سالم اسلام ليه كريم دحشان يهدع لملعابه ليه اسلام تاني ليه والتر هوج والتر ومعاب حيري هياخد السكرين من مصطفى كيجو والتر لسه معاب حيري وصل ما نجحش في التسجيل لكن هنا آه عشان لمس الشبكة مصحمة ابو النصر نقطة دين يدم احتسابهم تايم هو تطلبه كابتن أشرف توفيق في اخر تمانية وتلاتي سانية على انتهاء احداث الكورتر الرابع والمباراة خمسة وتسعين زمالك عزاء المشاهدين تلاتة وتسعين لأهلي يا ترى كابتن أشرف هيفنش الهجمة ازاي بتلاتاية ولا بنتريشان وهل هيبدأ الهجمة من نص ملعابه ام من نص ملعب الزمالك نسمع التعليمات ونرجع لحضراتكم مرة تانية اشتركوا في اشتركوا في اشتركوا في القناة اشتركوا في اشتركوا في المال وشر هذا الهجمة ام انتهاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في قناة اتس baseball اخر جد اشتركوا في القناة انتهاء نفكر حضراتكم تاني بالنتيجة 95 زمالك 93 الاهلي 38 ثانية على انتهاء احداث الكورت الرابعة والمباراة احتمالات كلها موجودة كابتن تاشف توفي طلب ان الهجمة من نص ملعب نادي الزمالك هتبقى الهجمة 14 ثانية جميعا احتمالات وردة في 38 ثانية دول يا طرى الاهلي هيعمل ايه يا طرى الزمالك هيعمل ايه ما تيجوا نتفرج ونشوف ونشوف اللاعبة هتطبق ايه ونتفرج في 38 ثانية دول اليكس يانجا هيطلع الاوت من الاهلي الاوت اهلاوي سلم لعمر طارق عمر لالكس تاني اليكس يسلم لابو الناصر ابو الناصر واختراكات ابو الناصر يسلم لعمر طارق لكن يقطع مهاب في السكة وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي 6 ثواني على الـ 24 ثانية على زمن الهجمة و30 ثانية على انتهاء كورتر الرابع والمباراة يا طرى هتخلص بيدي من التريشن ولا سري بوين عمر الجندي سيمي لياب حلو قوي جاب باسكت طلد على طول مستر وجوستي تايم اوت وعمر الجندي يسجل التعادل 95-95 واحدة من المباريات الممتعة المشوقة في اللحظات الاخيرة 28 ثانية عزاء المشاهدين 95-95 نروح لتايم اوت ونرجع لحضراتكم مرة تانية المشاهدين المشاهدين وسيأخذ الزجم لتستثبار ثم سوف يتعجع و أنه سنهي الزجم rigor كل هذا السوق الذي سنهي أحضره استغراض يا طرره سوف يلعب وقوم بالجميع سوف يأخذ أنه سوف يأخذ الطائم الآخر وكما سوف يأخذ الهجم الآخر 24 سنة هيلعب من نصف ملعبه اسلام سالم مهابي ياسر والتر هوج مصطفى كيجو وكريم دهشان داخل باس الزمالك أليكسيان جابون ناصر عمر الجندي حتم بحيري وعمر طارق يضغط النادي الأهلي يسلم ليه اسلام سالم والتر هوج يعدي يسلم كريم الدهشان كريم يضغط عليه النادي الأهلي اسلام سالم 14 سنة على 24 اسلام سالم لسه مع الكورة اسلام خمس سنة على 24 والتر هوج يحاول يعدي وصل ما بينجحش في انه يجيب باسكت لكن الكورة اوتسايد هومر طارق في الاوتسايد ثلاث ثواني وتتسع أجزاء من الثانية ثلاث ثواني وتتسع أجزاء من الثانية على انتهاء المبارا في مشاورات كده بين الحكام يعني تلاث ثواني وتسع أجزاء من الثانية اوتسايد للزمانك 95 95 بقت أربع ثواني وتسع أجزاء من الثانية تعديل الحكم ودي اسلام سالم اللي بيحاول يعدي وبشوت ما بينجحش بالتسجيل نلجأ إلى الاكسرا تايم ولا أليكس هيعملها لكن أليكس ما بيعملهاش نلجأ إلى الاكسرا تايم أعزائي المشاهدين في واحدة من أقوى مباريات إصارة وتشويق في أحداثها 95.95 نذهب إلى الاكسرا تايم في أحداث هذا اللقاء استراحة دقيقة ما بين الكوارتر الرابع والاكسرا تايم ونعود لكم مرة تانية عزائي المشاهدين تانية أجزاء من الثانية استطاع النادي الزمالك أنه ياخد الفاول أو عفوا للقاود وإسلام سالم حاول أنه يسجل لكن ما بتنجحش في التسجيل الام الأهلي للي ما كانش متابع وجاءت معاها صفرة أحداث انتهاء أحداث الفترة الرابعة سريعا كده نقول لكم بعض الأحصائيات أعلى سكور في الفرقين حتى هذه اللحظات هو أليكس يانج بـ 38 نقطة ويرتكب أربع أخطاء شخصية هنقول لكم إحصائيات نادي للأهلي بالترتيب كده أعلى سكور هو أليكس يانج وراء على طول سيف سمير أو عفوا عمر طارق 14 نقطة يجي في المركز الثالث أبو النصر وسيف سمير بعشر نقاط والمركز الرابع رقم 9 إبراهيم الجمال بـ 11 نقطة أما نادي الزمالك حتى هذه اللحظات والتر هوجي يتصدر ويتسيد التوب سكورر 29 نقطة يلي على طول مصطفى كيج 21 نقطة ثم اللاعب رقم 8 كريم الدهشان بـ 11 نقطة واللاعب رقم 9 إسلام سالم بـ 11 نقطة ثم يأتي مصطفى مشعل بـ 7 نقاط إكسرا تايم 5 دقائق من نار 5 دقائق من توتر والأحصاب بصراحة الواحد يعني كان الله فعل المدربين بصراحة خمازي ناتزة مالك اللي نزل والتر هوج مصطفى مشع مهابي ياسر إسلام سالم كريم دهشان ومصطفى كيجو خمازي نادي لأهلية تلقى التعليمات الأخيرة من الكابتن أشرف توفيق هنقول لك أول منزله أعتقد أنه يفنش أو هيبدأ بالخماس اللي أنهى به الكوارتر الرابع شايف في الملعب عمر الجندي عمر طارق أليكس يانجا أبو النصر وحتم بحيري نفس الخماسي اللي أنهى به النادي الأهلي الحيازة التبادلية أهلاوية توقع الفريدين هتغطوا على بعض من أول ملعب خمس دقائق الغلطة بفورة من سيحسمها في ديربي هذا اللقاء حيازة التبادلية أهلاوية أحمد مهيب هيغير أعتقد أنه يخش مكان حتم بحيري دخل مكان أبو النصر أحمد مهيب دخل مكان محمد أبو النصر حتم بحيري هو اللي هيمسك الملعب دلوقتي عمر الجندي زون ديفنس نادي الزمالك لعليكس يانج أليكس لعمر طارق تحت الباسكت ده مهيب وثلاثاته أرد لك يا مهيب لكن حتم بحيري بيكمل بتخش وتخرج ما بتجيش والتر هوج على الزمالك يعد ملعب والتر ياخد سكرين من مصطفى كيجو ياخد سكرين تاني والتر وثلاثات والتر وينجح والتر في تسجيل أول ثلاث نقاط في الإكسرا تايم حتم بحيري من نادي الأهلي صانع لعب النادي الأهلي مهيب للجندي زون ديفنس نادي الزمالك مهيب ووصل نجح تسجل نقطتين يدهي الفرق إلى نقطة والتر هوج 98-97 أربع داعي عشر ثواني على بتاع الإكسرا تايم والتر مع حتم بحيري ياخد سكرين تاني بيلعب بيك اندرول لقى الطريفاتي طلع لمهاب مهاب نجح في تسجيل نقطتين وخطأ شخصي يا للمعساة لو كانت أليكسيانج أليكسيانج فعلا خطأ شخصي وخمس أخطاء شخصية على أليكسيانج أليكسيانج يخرج من الملعب بعد ارتكابه خمس أخطاء شخصية يطر من اللي ينزل ثلاث نقاط فارق للصالح نادي الزمالك لكن الملعب فيه أربعة الملعب فيه أربعة لسه كابتن أشرف ما قررش من اللي ينزل والأعرب هو أبو النصر الأعرب هو أبو النصر الأقرب أبو النصر لا مو دي الجرح مو دي الجرح مو دي الجرح هو اللي ينزل عمر طارق طلب بنجي كده من الدكتور كابتن أحمد غالب قال له لا غير غيره ونزل مكانه سيف سمير مهابي أسر على تنفيذ الأندوان أو الرمية الحرة الإضافية سيف سمير أمر طارق خرج لتلقي العلاج سريعا كده ودي مهابي أسر ينجح في تسجيل نوتا هالإضافية أربع نقاط فارق لصالح نادي الزمالك حتم بحيري سلم لعمر الجندي ألب نادي الزمالك منتو منتاني عمر الجندي ليه مهيب مهيب بيهوش بيختارك وصل نجح نجح فعلا في تسجيل نوتتين ودي والتر هوج يدعي الفرق إلى نوتتين لصالح نادي الزمالك مئة واحد تسعة وتسعين والتر والتر هوج مع سيف سمير عطاله الدنيا دهشان سري بوينت دهشان ما بيتجحش في تسجيل سيف سمير يلم يلحق قبل القاوت يسلم لبحيري بحيري يهوش يطلع يطلع لمودي الجرحي مودي الجرحي يهدع على ملعابه ألب تاني نادي الزمالك زون ديفنس ودي مهيب اللي عامل جيم كويس لكن خطأ لا هنا مخالفة المش بالكورة مخالفة المش بالكورة على أحمد مهيم تلات دقائق اتناشر ثانية ويهي مئة واحد تسعة وتسعين لصالح نادي الزمالك والتر هوج مع حاتم بحيري والتر والتر هوج لسه مع حاتم أطاع له الدهشان بشماله الدهشان ما بيجيبش الدهشان يسلم لمودي اه الدهشان مصاب الدهشان فيه إصابة يطلب إصابة كريم الدهشان سلامات كريم سلامات يا كريم فيه كادمة كده في الوجه قال في السلامة على كريم الدهشان شايف على التبديل على طوله يجيبه مصطفى ماشا هو كده كده مصطفى ماشا هو اللي نزل فعلا كريم الدهشان مصاب سلامات وكيجو أيضا كان مصاب أهل في السلامة دي تين ستة وخمسين سانية على انتهاء الاكسترا تايم مية واحد زمالك تسعة وتسعين الأهلي أي خطأ شخصي على أي فريق برمية حرة لسه كريم الدهشان بيتلقى العلاج سلامات كريم الدهشان قام هو بالسلامة الحمد لله ألف سلامة كريم الدهشان لعب النادي الأهل السابق واحد من ناشئين الأهلي وذهب في رحلة احتراف مع نادي الزمالك سلامات أم بالسلامة كدمة في الرأس ألف سلامة كريم الدهشان والقرى أهلوية زي ما قلت لحضراتكم تاني دي تين ستة وخمسين سانية على انتهاء الكورتر قال له عفوا هو كورتر الخامس والإكسرا تايم مية وواحد تسعة وتسعين لصالح نادي الزمالك حاتم بحيري حاتم لعمر الجندي يلحق عمر مع اسلام سالم عمر اشماله عمر واختراقات عمر السيف سمير والفوله حلو والباسكت أحلى يجيب التعادل مودي الجرحي حاول يعمل الستيل عمل الستيل لكن حاول اغبطه في يده ما بتنفعش والتر هوج لإسلام سالم النادي الأهلي زون ديفين ستين تلاتة إسلام سالم بيحاول يختارك مع حاتم بحيري اضغطي حاتم قطع له موهابي ياسر لوحده واصل نجح في تسجيل نقطتين موهابي ياسر يوسع الفرق تاني للنقطتين عمر الجندي ديتين 18 ثانية على انتهاء كورتر أو الإكسرا تايم عمر يطلب السكريم تلاتات عمر الجندي تلاتات عمر الجندي تلاتات عمر الجندي يبقى الفرق نقطة للنادي الأهلي 143 أول تقدم للنادي الأهلي في الإكسرا تايم والتر هوج ليه مصطفى كيجو إسلام سالم كيجو ليه خطأ شخصي على حاتم بحيري اللي قطع من قدامه كده موهابي ياسر ويف رميتين حراتين وخطأ شخصي على البحيري هو الخطأ الشخصي الرابع أبو الناصر دخل وخرج مودي الجرح 103 زمالك 104 الأهلي ديه 54 سنية على انتهاء الإكسرا تايم وادي موهابي ياسر رمي الحرة الأولى ينجح في التسجيل يجيب التعادل موهابي ياسر الرمي الحرة الثانية ينجح أيضا في التسجيل يتقدم الزمالك منوطة أبو الناصر محمد أبو الناصر لحاتم بحيري يضغط ناتي الزمالك لها الطريق فاضي أبو البحيري معاه سلم ليه عمر الجندي طلب السكرين عمر من شمال عمر عد عمر كيكاوت عمر لأبو الناصر ست سهونة على 24 حلوة لسيف سمير بسكت سيف سمير بسكت بونت النادي الأهلي 106-105 موهابي ياسر من الزمالك ديه ونص على التقالي كورتر الإكسرا تايم مصطفى كيجو يسلم لهج في رئيطين يخايفين يشوته وادي مصطفى اسلام سالم خايف يشوت رجع ترجع عن موقفه شاط النوادي ما نجحش في التسجيل الرموند عندي 100 لكن خطأ شخصي على أحمد مهيب ريباوند ما كانش عند سيف سمير ارتكب مع أحمد مهيب خطأ شخصي ورميتين حراتين ليه مصطفى مشل أحمد مهيب الخطأ الشخصي التاني سيف سمير خطأ الشخصي التالت هتم بحيلي خطأ شخصي واحد أحمد مهيب خطايين عمر الجندي خطايين دي أخطاي النادي الأهلي ودي الرمية الحرة الأولى ما بينجحش في التسجيل والرمية الحرة التانية لسه نتيجة 106-105 دي 14 ثانية على انتهى الكورتر أو الاكسترا تايم الكورتر الخامس أو الاكسترا تايم سميها زي ما انت عادي ما بينجحش أيضا في التسجيل تروح الكورة عند عمر الجندي عمر الجندي بيهدى بالمعلعب وطالب لعبتو ناته دا عمر معا مهاب ياخد السكريين عمر الجندي يلعب بيهدى كندرول يسلم ليه؟ أبو ناصر أبو ناصر طالب السكريين من سيف راح أكس السكريين يكيكيكيه وطلحتهم بحيط مهيب وثلاثات مهيب وثلاثات مهيب وثلاثات ثلاثات مهيب يوسع الفارق مية وتسعة مية وخمسة أربع نقاط تايم آوت يطلبوا أوجستي أربع نقاط فارق لصلاح الندي الأهل أربع نقاط تايم آوت يطلبوا تايم آوت ونرجع لحضرتكم مرة أخرى تايم آوت اللي طلبوا ميسر أوجستي بوش يا ترى هيحصل إيه هل هيحافظ النادي الأهلي على تقدمه أربع نقاط أم سيكون لزا مالك رأي آخر النادي الأهلي مطالب بالحفاظ على هذه النتيجة في خلال 54 سنية على انتهاء الأكسرا تايم طلب ميسر أوجستي بوش أنه هو ياخد الكرة من نص ملعبه نص ملعب الأهلي كده زمن الهجم 14 سنية تيكنيكال فاول أتباع على النادي الأهلي وعلى نادي الزمالك مصطفى كيجو استام سالم هوالتر هوج موابي أسر ومصطفى مشعل خمس الزمالك خمس الأهلي أحمد مهيب عمر الجندي سيف سمير حاتم بحيري ومحمد أبو النص أوسايد زمن الكاوي في انتظار المباراة خدوا الوكي خلاص من كابتن أحمد غالب الحكم الأول والتر هوج هو والله يطلع الأول لسه لقى لزون ديفنس مصطفى كيجو ليه إسلام سالم معه بحيري أو عفوا مهيب والتر هوج والتر يوقف ميديم شاط ما بنجحش منه يجيب يلم بسيف سمير سيف يسلم لمهيب اللي بيهدف ملعبه يطالب بالهدوء سيف لحاتم بحيري حاتم التصارب آه الباسكت آه الباسكت آه الأساس آه أدن الأهلي يخضر واللي السيل حلو من أبو النص أبو النص يوصل أبو النص نجح أبو النص لكن خطف أول من كيجو أبو النص مية وحداشر مية وخمسة سبعة وعشرين ثانية على انتهاء الكوارت الأكسرا طايل يتقدم الأهلي بفرق ست نقاط لمنتدى ولا أعظم ولا أحلى ولا أروح من نادي الأهلي ليه ستيل حلو الباسع حلو من مهيب ليه سيف سمير اللي نجح أنه يجيب دنك وبعدها على طول أبو النص ليه يعمل لستيل خرج أنس أو مصطفى كيجو خمسة فاول ونزل مكانه أحمد ياسر عبدالوهاب دابل زيرو التو شوت سلمين لأبو النص أبو النصر على تنفيذ الرميتين الحراتين الرمية الحرة لولا أبو النصر والسيارة ما بينجحش في التسجيل 27 ثانية و4 أجزاء من الثانية على انتهاء الكوارت والسيارة تايم ودى أبو النصر الرمي الحرة تانية ينجح في التسجيل هيضغط النادي الأهلي ضغط النادي الأهلي فعلا والترهولج السلم لمهاب ياسم مهاب لقرر اختارك وصل إلى إسلام سالم طعم من إيدي إسلام سالم تطلع عود صايد على نادي إسلام أهلي 19 ثانية يا عزيزة المشاهدين 7 نقاط فارئ لصالح النادي الأهلي عمر الجندي بيعد عمر يسلم له مهيب نهدي على ملعبه هدي على ملعبه فعلا يضقب لحتم البحيرة ماشي الملعب 11 ثانية 10 ثانية 7 ثانية على انتهاء الاكسرا طايم خطأ شخصي مخلفة الماشي بالكرة على حتم بحيرة 6 ثانية على انتهاء المباراة 7 نقاط فارئ لصالح النادي الأهلي 6 ثانية على انتهاء زمن الاكسرا طايم 112 نقاط فارئ لصالح النادي الأهلي 105 زمالك والتر هوتش والتر عدى والتر عايز نشوت سري بوين ده الفارئ شاط ما نجحش منه يجيب نكمل مهي بيسر انتهت المباراة فعلا بفوز النادي الأهلي بفارئ السبع نقاط 112 105 مبروك لنادي الأهلي مبروك لنادي الأهلي هرد لك ناد زمالك لكن هنا فيه صفارة سنية واحدة ما نروحش في حتة هنشوف فيه شخصي على حتم بحيرة برميتين حراتين لمهي بيسر مهي بيسر على تنفيذ رميتين للحراتين 112 لأهلي 105 بقى 106 نادي الزمالك ودي الرمية الحرة التانية مهاب ما ينجحش في التسجيل مبروك عزاء المشاهدين مبروك جماهير نادي الأهلي مبروك فريق نادي الأهلي استعدت السقة مرة أخرى بفوزه على نادي كبير ونادي عريق نادي الزمالك بـ 112 106 عزاء المشاهدين تاني وتالي ترابة ألف مليون مبروك لجماهير نادي الأهلي ولعبت نادي الأهلي مبروك وأرض لك نادي الزمالك فوز النادي الأهلي عزاء المشاهدين شكراً لكم على حسن المتابعة والمشاهدة كنت معكم معلقكم الرياضي أحمد منع أشكر يعني أشكركم على المتابعة مرة تانية وأرجو أن أكون قد وفقت في توصيف هذه المباراة زميل عزيز هيسم السعيد إليك الميكروفون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة